الخبر الأول اللي عدنا عن عودة ريدا رياسو لليوتيوب أتوقع أنه أغلبكم لاحظوا أنه بآخر فترة ريدا رياسو نقدر نقول قاطعين عن اليوتيوب أو ما دي نزدون بشكل كبير ولكن ريدر نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يطلبي من المتباين أنه يكتبوا له أسئلة على أغنية كرنافالي طبعاً كتبتلك سؤال وما أحلاك يا ريدر متاخدة المهم ألف مبروك على العودة وننتظر مخاطر خرافية الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة فريق نورمار نورمار نفسه بمناسبة وصول حسابة تيك توك للعشر مليون متابع فسؤولوا لحفلة بهذه المناسبة وفاجأوا بها رح أحطيكم استوريات على ما تشوفوها الخبر الثالث اللي عدنا عن مريانا غريب ووين هي مسافرة فعلنت بحسابه الإنستجرام أنه هي مسافرة الأنطاكية تركيا فأتوقع أنه أغلب المقاطع اللي صوروها كان مصورة من الزمان يعني ونزلت ستوري واحد تسترجع بذكريات الشام عن طريق الورود لياسمين هي صورته فشوفوها الخبر الرابع اللي عدنا عن أصالة المالح اللي طمنت متابعيها عن نفسها عبر حسابها بالإنستجرام بحيث نزلت هذا الستوري اللي بالإنجليز يطمن بها متابعيها فالحمد لله عن نعمة جوجل فالرسالة هي شكرا لجميع الرسائل الحلوة والمشاعر الإيجابية والدعاء الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن أحبكم جميعا فمعافايا يا رب الخبر الأخير اللي عدنا عن وصول قناة مملكة القصص للتسعين ألف مشترك فالف شكر لكم يا حباي بس صراحة لم أعرف شو أشكركم على هذا الرقم الجبناء في فترة قصيرة وعد دعم الرهيب اللي يتقدموه بالكومنتات الكلش خرافية صراحة اللي يتخلي الواحد أنه يتحمس وينزلكم مقاطع أكثر فعلا أنا صراع ما أعرف شنو أقولكم ولكن اعتبروني أنه إذا أقولكم كلام حلو وبس والله هنا وصل نهاية المقطع أتمنى مقطع جاوكم لا تنسوا و تحطون لايك و تشتركوا بالقناة اشتركوا في قناة مملكة القصص و مع السلامة